وخلال اجتماع آخر لمتابعة منظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة للمرحلتين الأولى والثانية أكد مدبولي على أن الدولة تبذل جهودا كبيرة خلال المرحلة الحالية لتنفيذ المخطط المتكامل لتطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة على مستوى الجمهورية وأشدد مدبولي على أن هناك توجهات رئاسية بمواصلة الجهود لتفعيل هذه المنظومة ذلك لما لها من أهمية قصوى توليها الدولة لتحسين الأوضاع البيئية والصحية للمواطنين كذلك العمل على الحد من معدلات التلوث فضلا عن إقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات وتوفير فرص عمل جديدة